في بادرة طيبة تبنتها مظلة العمل الكويتي بهدف إدخال البهجة والسرور على أطفال فئة البدون اختتمت مساء اليوم أعمال الحملة الشعبية لجمع الألعاب والكتب الدراسية أكيد تفرق معك تحت شعار أكيد تفرق معك وبمشاركة شعبية واسعة نظمت مظلة العمل الكويتية حملة مجتمعية بهدف إدخال السرور والبهجة على الأطفال البدون عن طريق جمع الألعاب والكتب الدراسية لتوزيعها عليهم حملة تفرق معك هي خطوة أساسا من أدة خطوات بينناها لتسليط الضوء على قضية البدون الفكرة بسيطة جدا بأن المواطن يقوم يشتري لعبة لطفل البدون ويعطيها عن طريق حملتنا طبعا حقوق الفضلة للطفل حق التعليم وحق اللعب فهذا أحد حقوقه الأساسية كأننا حابين نقول للمجتمع أن الطفل البدون محروم من هذه الحقوق عن طريق خطوة بسيطة مثل هذه طبعا الكل يعتقد أنها حملة خيرية فقط ما لها أبعاد لا هناك أبعاد جدا عميقة لقضية البدون وإحنا كنا نستخدم هذه الأدوات حتى نراوي المجتمع ونشركه في هذه القضية لم تأتي المبادرة التي تبنتها مظلة العمل الكويتية بهدف توزيع الألعاب على أطفال البدون فحسب بل جاءت لإرسال رسالة واضحة إلى هؤلاء الأطفال بأن المجتمع يهتم بأمرهم ويعملهم مثل ما يعاملوا أبنائه وأيضا لإشتراك المجتمع وتعريفه بأبعاد هذه القضية حبيت أشكر ناشطة هديل بوغريس على هذه الحملة الرائعة التي من خلالها شجعت المجتمع على المساهمة في تقديم هدايا جديدة لأطفال البدون هذا أقل شيء يحنا ممكن نقدمه وأتمنى أن يكون في حملات أخرى لدعم هذه القضية الإنسانية أنا يتمنى عشان أشتري ألعاب يديدة حق أطفال البدون لأن أنا أحب أشتري حق نفسي فأحب أشتري حق أطفال البدون أنا يا يا عشان أعطي أطفال البدون ألعاب يديدة وهذا ثاني يوم عندي بهذه الحملة تفرق معه ترجمة نانسي قنقر